اشتركوا في القناة من يوم الخميس وهو اليوم عشرين ثمانية ولغاية يوم السبت تسعة وعشرين ثمانية طبعا بالنسبة للقمر رح ينتقل من اكثر من برج خلال هذا الاسبوع يعني رح يبدأ هو من امس موجود في العذراء ورح يظل لغاية ظهر يوم الجمعة موجود بالعذراء من ظهر يوم الجمعة ولغاية ظهر يوم الاحد القمر بصير في الميزان من ظهر يوم الاحد لغاية عصر يوم الثلاثاء القمر بصير بالعقرب من عصر يوم الثلاثاء ولغاية مساء يوم الخميس القمر بكون متواجد في القوس من مساء يوم الخميس القمر بصير موجود بالجدي ولغاية ما بعد يوم السبت طبعا بخلال فترة الاسبوع في عنا ثلاث احداث طرورية ومهمة انكوا تسمعوها اول واحدة انه عنا عطارد رح ينتقل لبرج العذراء صباح يوم عشرين ثمانية وهذا من الاشياء اللي رح تحسن من مزاج واوضاع بعض الابراج الترابية والابراج المائية بشكل عام اما بالنسبة للشمس رح تنتقل للعذراء يوم اثنين وعشرين ثمانية مساء وهذا بيدل على انه بدأ العام من عند برج العذراء ابتداء من هذا التاريخ ولكن انه الامور بتصير بشكل متصاعد بالفائدة للابراج الترابية وللابراج المائية بوجه عام عشان هيكي بنستغل الفرصة ونقول لما وليد برج العذراء كل عام وانتم بألف خير اما بالنسبة للزاوية السلبية اللي رح تتشكل خلال هذا الاسبوع هي زاوية التربيع رح تكون بين المريخ وزحل رح تكون يوم اربع وعشرين ثمانية مساء وفي هاي الزاوية طبعا هاي من الزواية اللي انا ذكرتها في بداية العام هي في توقعات العام موجودة بتتزايد المواجهات والمشاحنات واعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة وبتشهد فضائح بتمس بالتقاليد والاعراف الاجتماعية يعني فيها عنف فيها مشاكل فيها فضائح الله يستر ايش اللي رح يصير بالفترة القادمة او بخلال هذا الاسبوع طبعا بالنسبة للزاوية هاي هي تأثيرها اللي موجود تقريبا بحدود الاسبوع يعني موجودة ومؤثرة ومشكلة من الاسبوع الماضي لها تأثيرات كانت الزاوية غير متصلة اللي هي التربيع لكن اوجها هو زي ما حكينا له يوم 24 ورح تستمر معنا مدة طويلة يعني رح تستمر مدة تقريبا شهر ورح يتراجع المريخ رح يرجع يشكل نفس الزاوية هاي يعني الاستمرار رح يستمر لغاية شهر 11 تقريبا خلينا نروح على التوقعات الاسبوعية ونشوف ايش التأثيرات العامة على كل برج بالتفصيل خلينا نحكي عن برج الثور طبعا انتوا رح تدخلوا هسا فترة ايجابية وقوية اتعوض الاشياء اللي ضغطت عليكم في الفترة الماضي طبعا احنا بالبداية زي ما انتم متعودين او بتابعوني متعودين انه انا بشرح بالتفصيل لوضع الكواكب في البداية التوقعات الخاصة فيكم وهذا الاشي بعطيكو يعني توقعات الشهر او بتعوض عن توقعات الشهر وانا بشرحها بنقص شكل بيوت على اساس انه الكل يستفيد منها كتوقعات اسبوعية او شهرية طبعا خلال الفترة القادمة رح يكون الشمس اللي هي الاساس اللي رح نحكي عنها وعطارد اللي رح ينتقله للبيت الخامس لايلك وهذا بيدل على بيت الحب بيت العاطفي بيت الارتباط العاطفي بيت الحضوض والو كمان في العائلة الو علاقة في الابناء الو علاقة بالمسرات الو علاقة بالهوايات الو علاقة بالمرح الو علاقة بالترفي يعني بمعنى اخر انه هاي الفترة مميزة جدا رح يكون فيها كثير من الاشياء الممتعة والمفرحة وبرضو بعطي مجال لسيدات برج الثور اللي عندهم رغبي للحمل انه الفترة هاي يصير عندهم حمل او فرح معين يدخل البيت عندهم او اشياء لها علاقة بالامور اللي ذكرناها وكلها ايجابية فحاولوا انكوا تستغلوها قدر الامكان اما بالنسبة للزهرة طبعا الزهرة موجودة في البيت الثالث وهي بيت حليف للكم يدعمكم على مستوى تنقلاتكم اتصالاتكم دراستكم الامور اللي الها علاقة بالترويج او بالسيارات او بالتليفونات تعطي سرعة بديهة عالية رغبة في الدراسة او المطالعة او امور الها علاقة بالحركة والنشاط والرياضة يعني بمعنى اخر برضو هنا صار في عنصر بدفعكم او بعطيكم دعم على مستوى الحركة والنشاط بشكل ممتاز جدا بعزز هيك نقاط ممكن انها تكون لصالحكم اما بالنسبة للمريخ طبعا المريخ موجود في بيتكم اتناعش وهذا له تأثيرات سلبية لانه هذا بيت المتاعب فهو بيأثر على العمل او مشاكل في العمل او خلافات بالعمل او بيراكم بعض الاعمال عليكم بالفترة هاي او بظهر بعض الاعمال اللي صعب انكو تقدروا تتعاملوا معها او تستهينوا فيها وتكون صعبة وبرضو في نفس اللحظة بتخلق اعداء يكونوا دائما هدولا مخفيين او بتخفوا بصداقة معينة يعني بيكون جايك بوجه صديق او بتعامل معك على انه صديق بس هو بالداخل بيكون عدو وسهل انك تكتشفه وبرضو في نفس اللحظة هو الو تأثيرات على الوضع الصحي وبيحدث بعض التقلبات او الامور الطارئة اللي بتيجي على الوضع الصحي بدون سابق انذر اما بالنسبة للبيت التاسع طبعا منحكي احنا عن برج الجدي بيتك التاسع اللي الو علاقة بالدراسة الجامعية الو علاقة بالسفر البعيد الو علاقة بالقضايا القضائية الو علاقة بالتعليم بالثقافة بالامتحانات بتعاملك مع الاجانب المؤسسات الكبيرة وطبعا بما انه كل الكواكب اللي موجودة في هذا البيت سلبي معناته كل اللي ذكرناه الان هذا توقع انه صير فيه مشاكل يعني مشاكل على مستوى امتحان جامعي او تنقلاتك لبعيدة او مشاكل في السفر بالاوراق والمعاملات القانونية فعشان هيك بدك تكون مستعد ومهيئ وتدرس وتتابر على حالك اكثر وما تعتمد على الحظ في هذا البيت تحديدا اما بالنسبة لنبتون نبتون موجود في بيتك 11 بمتقلب بالمزاج بين ايجابه وسلبي وبيتك 11 له علاقة بالاصدقاء فهو بعزز من صدقاتك بعزز من علاقاتك تكثر نشاطاتك الاجتماعية بالفترة هاي ولكن برضو بيخلي في نوع من انواع الخلاف ما بينك وبين احد الاصدقاء او شك باحد الاصدقاء انه بتآمر عليك او بفشي سرك او خلاف ما بينك وبين احد الاصدقاء حاول انك ما تكبر الامور لانه سهل انك تخسر صديق بالفترة هاي اما بالنسبة لأورانوس اللي موجود عندك في البيت الاول وبتراجع وأورانوس اللي له علاقة بالمفاجآت فعشان هيك بدك تنتبه من مفاجآت بتصير على المستوى النفسي والشخصي فسهل جدا تقلب المزاج عندك سهل جدا انه يتعطل لك بعض المسال او ما تمشي مثل ما بدك سهل جدا انه يصير فيه نوع من انواع الارتباك في وضعك العام او الشخصي او النفسي فعشان هيك بدك تكون مهيئ وتكون مستعد لهاي الامور وجاهز بخطة بديلة لتجاوز كل الاخطاء او الاعطال اللي ممكن تحدث من تراجع اورانوس اما بالنسبة لتوقعات الاسبوعية فاول شيء رح نحكي عنه من صباح يوم الاربعاء لهو الامس القمر صار موجود بالعذراء ورح يستمر فيه حتى ساعات ظهر يوم الجمعة فهنا بتظل الرغبة قوية في التقرب من احبائكم ويجاد قاسم مشترك بجمعكم فيهم بحيطك الفلك بحيوية وحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط وممكن يكون هاي الفترة من افضل ايام الشهر واوثرها حظ بتشعر بالطمأنينة والراحة من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود في الميزان حتى ساعات ظهر يوم الاحد هون بتكو تنتبهوا انه العمل ممكن يتراكم عندكم ولكنكم ممكن تجدوا تعاون من الزملاء مارسوا نشاط بدني للمحافظة على لاياقتكم ابتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت اضافي اهم ايش انك تحاذر من المشاكل الصحية وتراكم بعض الاعمال عليك اما من ساعات ظهر يوم الاحد القمر بصير موجود بالعقرب حتى ساعات عصر يوم الثلاثاء فهون بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حافظوا على هدوء اعصابكم ونبرد صوتكم لا تعرض لقاءك للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة نوع من انواع التعاسي او الحزن وتشعر بالظلم والقهر ما تيأس وكون صبور لعلك تنجح من ساعات عصر يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالقوس حتى ساعات مساء يوم الخميس بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب بالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة سارع في تهديئة الاجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على اراء الغير بتتلقى مساعدة او تعاطف عليك ان تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي من ساعات مساء يوم الخميس القمر بصير موجود بالجدي فعشان هيك بالفترة هاي بتنشطوا بين الاصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تعقيق امنية بمساعدة احدهم مع نوياتك بتصير مرتفعة وحظوظك اهم اشي انك تحترم القوانين والموعيد وما تماطل عزز شعبيتك وافرح مع الاصدقاء والاحباء ممكن تنجح في انعاش العلاقات العامة وبرضو بالاتصالات وامور الها علاقة بامتحانات او اشياء الها علاقة باشخاص من خارج البلاد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان اشهد انывайтесь